السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الأول الإعدادي أهلا بكم في قناة سر متر الرؤى النهاردة نشرح درس فضل العلم والعمل شعر لمصطفى صادق الرافعين من ملهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس راسبكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب يبين الشاعر مصطفى صادق الرافعين فضل العلم فهو طريق العلى والسعادة عيس يضع صاحبه في مكانة مرموقة كما يوضح أن الطامحين يشتهدون ليحققوا آمالهم بعكس الخاملين الذين لا يؤثر فيهم نصح أو لوم وليس لديهم طموح يحرقهم فهم يعيشون بجهلهم كالأموات ولا بد من مواجهة جهلهم بسلاح العلم أن نقرأ مع بعض النص إن المعارف للمعالي سلموا وأولو المعارف يجهدون لينعموا والعلم زينة أهله بين الورى سيان فيه أخو الغناء والمعدم فالشمس تطلع في نهار مشرق والبدر لا يخفيه ليل مظلم وأخ العلا يسعى فيدرك ما ابتغى وسواه من أيامه يتظلم والخاملون إذا غدوت تلومهم حسبك في أسماعهم تترنم في الناس أحياء كأموات الوغى واغز الأسنة فيهم لا يؤلم فاصدم جهالتهم بعلمك إنما صدم الجهالة بالمعارف أحزموا أن نقرأ النص مرة أخرى إن المعارف للمعاري سلموا وأولو المعارف يجهدون لينعموا والعلم زينة أهله بين الورى سيان فيه أخو الغناء والمعدم فالشمس تطلع في نهار مشرق والبدر لا يخفيه ليل مظلم وأخ العلا يسعى فيدرك ما ابتغى وسواه من أيامه يتظلم والخاملون إذا غدوت تلومهم حسبك في أسماعهم تترنم في الناس أحياء كأموات الوغى واغز الأسنة فيهم لا يؤلم فاصدم جهالتهم بعلمك إنما فضم الجهالة بالمعارف أحزموا تعريف الشاعر أديب مصري من أصل سوري ولد في بهتيم بمحافظة القليوبية عام 1880 ميلادي اشتهر ببلاغته ومن أشهر مؤلفاته إعجاز القرآن وحي القلم تاريخ آداب العربية وتوفي عام 1937 ميلادي شرح وتحليل النص أول حاجة عندنا العلم طريق العلم والسعادة أول ثلاث أبيات يقول إن المعارف للمعالي سلموا وأولو المعارف يجهدون لينعموا والعلم زينة أهله بين الورى سيان فيه أهو الغنى والمعدم فالشمس تطلع في نهار مشرق والبدر لا يخفيه ليل مظلم أول حاجة معاني الكلمات عندنا في البيت الأول المعارف إلا العلوم المختلفة العلوم المختلفة والمضاد الجهل والمفرد المعرفة المعالي معناها المنازل السامية والرفيعة والمضاد المنازل الدنيئة والرديئة والمفرد المعلات سلموا المراد وسيلة يرتقى بها الجمع سلالم وسلاليم وثلاليم أول معناها أصحاب المؤنس أولات والمفرد زو يجهدون معناها يجدون ويتعبون والمضاد يتكاسلون ويتقاعسون لينعموا ليحصلوا على ما يريدون وليسعدوا والمضاد ليشقوا البيت الثاني معاني الكلمات في البيت الثاني زينة معناها حيلة والمضاد قبح والجمع زين وزينات الورى الناس والخلق سيان معناها متساويان أو مثلان والمضاد مختلفان والمفرد سي والجمع أسوأ أخو الغنى المراد السري والغني جمع أخو إخوة وإخوان المعدم الفقير المضاد الغني والجمع المعدمون في البيت رقم ثلاثة تطلع معناها تظهر وتشرق والمضاد تختفي وتغرب نهار المضاد ليل والجمع نهر وأنهر مشرق مضيء ومنير والمضاد مظلم البدر القمر ليلة كماله والجمع البدور والأبدار يخفيه يسطره والمضاد يظهره بعد كده نشوف شرح الأبيات شرح البيت الأول بيقولك إن العلم هو الوسيلة التي تؤدي إلى رقي الإنسان وسعادتهم وأصحاب العلم يشتهدون في طلبه ليحقق آملهم وطموحاتهم البيت الثاني والعلم النافع يميز أصحابه ويجعل لهم مكانة مرموقة بين الناس ويتساوى في ذلك الغني والفقير البيت الثالث والعلم كالشمس الصاطعة التي تنير الكون وقال قمر المضيء الذي يهدي الناس في ظلام الليل مواقن الجمال أول حاجة معنا بيقولك إن المعارف للمعالي سلمون هنا عندنا أسلوب توكيد أداته إنه يوضح أصر العلم في حياة الإنسان تصوير للمعارف بالسلم الموصل للمعالي مما يبين أهمية العلوم في رفعة الإنسان وسعادته هنا تقول برضو أسلوب توكيد بتقديم إجار والمجرور للمعالي على السلم المعارف والمعالي جاءت جمعا للكسرة يبقى المعارف والمعالي جاءت جمع للكسرة طب جاءت المعارف جمعا وسلم مفردا للدلال على أن العلوم مهما تعددت فطريقها واحد وهو الجد والاشتهاد يبقى المعارف جاءت جمع وسلم مفرد ليه للدلالة على أن العلوم مهما تعددت فطريقها واحد هو الجد والاشتهاد سلم نكرة ليه للتعظيم يبقى سلم نكرة للتعظيم سأول حاجة معنا بعد كده يقول لك قولوا العلم قولوا المعارف يجهدون لينعموا قولوا المعارف يجهدون لينعموا تعبير يدل على أن لكل مجتهد نصيب تعبير يدل على أن لكل مجتهد نصيب قولوا المعارف يجهدون تعبير يدل عليه حب الاشتهاد في طلب العلم تعبيري يدل على حب الاشتهاد في طلب العلم لينعموا تعليل لما قبله وتوحي بأصل الاجتهاد في سعادة الإنسان العلم زينة أهله بين الوراء تصوير للعلم بالزينة التي يتزين بها الإنسان مما يوحي بتميز العلماء وسموه مكانتهم العلم معرفة للتعظيم والوراء تفيد العموم والشمول سيان فيه أخو الغنى والمعدمون هنا تعبير يوحي بفضل العلم في المساواة بين الغني والفقير تعبير يوحي به بفضل العلم في المساواة بين الغني والفقير أخو الغنى المعدمون بينهما تضاد يبرز المعنى ويؤكد بالنسبة للبيت رقم ثلاثة الشمس تطلع في نهار مشرق تصوير للعلم بالشمس مما يوحي بأثر العلم في نفع الناس البدر لا يخفيه ليل مظلم تصوير للعلم بالبدر الذي لا يخفيه ظلام الشمس البدر تطلع يخفيه نهار ليل مشرق مظلم بين كل كلمتين تضاد يوضح المعنى ويؤكد البيت الثالث دليل على أهمية العلم وشهرة العلماء التعبير بالمضارع في الأفعال يجهدون ينعمون تطلع يخفيه يفدي التجدد والاستمرار واستحضار الصورة يفدي التجدد والاستمرار واستحضار الصورة طب هنا أقول لك تزوق معنى إن المعارف للمعالي سلمه أجمل من إن المعارف للمعالي طريق ليه؟ لأن كلمة سلم تدل على الترقي مما يوح بأن الإنسان كلما ازداد علما ارتقى وارتفعت منزلته طب بعد كده عندنا سعي الطامحين وشكوى الخاملين اللي هو البيت رقم 4 إلى البيت رقم 7 وأخ العلا يسعى فيدرك مبتغى وسواه من أيامه يتظلمون والخاملون إذا غدوت تلومهم عزبك في أسماعهم تترنمون في الناس أحياء كأموات الوغى واغز الأسنة فيهم لا يؤلمون فاصدم جهالتهم بعلمك إنما صدم الجهالة بالمعارف أحزموا معاني الكلمات أخ العلا المراد الإنسان الطموح والمضاد الوضيع العلا الرفع والمجد والمضاد الحقارة والمفرد العليا يدرك معناها يفهم والمراد يحقق ابتغى طلب وأراد ثواه معناها غيرهم يتظلم يشتكي والمضاد يرضى ويخضع البت رقم خمسة الخاملون القسالة والمضاد النشيطون والمجدون والمفرد الخامل غدوت أصبحت وبدأت تلومهم تعتب عليهم وتوبخهم والمضاد تمدحهم وتحذرهم المضاد تمدحهم وتعذرهم حسبك ظنك والمضاد تطيقنوا وتأكدوا أسماعهم المراد آزانهم والمفرد سمعهم تترنم تشد وتغني بصوت جميل والمضاد تبكي وتنوح الوغى والحرب والمضاد السلام والجمع الأوغية وغز المراد طعم الأسنة المفرد الأسنان وهو نصل الرمح وهو نصل الرمح البيت رقم سبعة أصدم معناها قابل وادفع بقوة جهالتهم عدم معرفتهم وحماقتهم والمضاد علمهم ورزانتهم والجمع جهالات أحزم أشد وأنفع أحزم أشد وأنفع الشرح البيت رقم أربعة وخمسة يبين الشاعر أن الناس في طلب العلم نوعان النوع الأول الطامحون إلى المجد والرفعة الذين يجتهدون ولا يشكون كغيرهم النوع الثاني الخاملون المتكاسلون الذين يسمعون اللوم ولا يتأثرون كأن اللوم لحن يطربهم البيت رقم ستة يقول لك وهؤلاء الخاملون القسالة يعيشون بجهلهم قلقتلا في الحرب لا يتأثرون بطعن الرماح أو ضرب السيوف البيت رقم سبعة يقول لك لصاحب العلم أن يواجه هؤلاء الخاملين القسالة بالعلم فهو أقوى سلاع في محاربة الجهر من مواطن الجمال أخو العلا يسعى تعبير يدل على أهمية السعي لتحقيق الأهداف ويسعى توحي بالنشاط والجد فيدرك ما ابتغى نتيجة لما قبله لأن السعي سبب في تحقيق الأهداف ألفاء تفيد الترتيب والسرعة سواه من أيامه يتظلم تصوير للأيام بإنسان ظالم يشتكى منه أخو العلا يسعى سواه يتظلم بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد البت رقم خمسة إذا غدوت التعبير بإذا الشرطية يفيد التأكيد التعبير بإذا الشرطية يفيد التأكيد حسبك في أسماعهم تترنمو تعبير يدل على شدة جهل الكسالة وعدم قدرتهم على التمييز والجملة نتيجة لمقبلها حسبك تدل على الخطأ تدل على خطأ الظن والاعتقاد في أسماعهم تترنمو أسلوب توكيد بتقديم الجار والمجرور في أسماعهم البت رقم ستة بيقولك أحياء كأموات الوغى تصوير للجهلاء الكسالة بالأموات الذين فقدوا الإحساس بالحياة أحياء أموات بينهم تضاد يبرز المعنى ويؤكد جاءت جمعا للكسرة أحياء جاءت نكرة للتحقير كأموات وغز الأسنة فيهم لا يؤلموا تعبير يدل على عدم إحساس القسالة بأسر العلم طبعا هنا وغز الأسنة فيهم لا يؤلموا توضيح لما قبلها التعبير بجملة لا يؤلم بعد أموات يؤكد فقد الإحساس بالحياة البيت رقم سبعة بيقولك اصدم جهالتهم بعلمك هنا اصدم أسلوب أمر غرض النصف والإرشاد وتصوير الجهالة بالخطر الشديد وتصوير للعلم بالسلاح المستخدم في مواجهة هذا الخطر مما يدل على أهمية العلم في مواجهة الجهال طبعا هنا يقولك جهالة وعلم بينهم تضاب بيوضح المعنى ويؤكده إنما صدم الجهالة بالمعارف أحزم أسلوب توكيد وسلط إنما وتعليل لما قبل أحزم توحي بالقوة في مواجهة الجهالة تقديم الجار والمجروب بالمعارف يفيد التخصيص والتوكيد الجهالة جاءت مفردة لتدل على أن كل الصفات السيئات مصدرها واحد هو قلة العلم الجهالة المعارف بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده التعبير بالمضارع في الأفعال يسعى يدرك يتظلم تلومهم تترنم يؤلم يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة طب هنا أقولك تزوق معنا أموات الوغى أدق ولا أموات المرض هنا عنديك أموات الوغى أدق من أموات المرض لملاءمة كلمة الوغى لتعبير وغز الأسنة لملاءمة كلمة الوغى لتعبير وغز الأسنة تحليل النص في سؤال وجواب أسئلة للقياس استيعاب محتوى النص أول سؤال معنا يقولك ما الطريق المؤدي للمعالي والمجد طريق العلم النافع طب في سؤال رقم 2 في البيت الأول حقيقة أكدها الشاعر والضحة أكد الشاعر على أن العلم وسيلة للعلاق وأن أصحاب العلم يجتهدون ليسعدوا سؤال رقم 3 ما فائدة العلم للناس ولماذا يجتهد أهل العلم فائدة العلم هو الوسيلة التي تؤدي إلى رقي الإنسان وسعدته يميز أصحابه ويجعل لهم مكان مرموقة بين الناس يجتهد أهل العلم ليحقق آملهم وطموحاتهم السؤال رقم 4 كيف يساوي العلم بين الفقير والغني يجعل لهم الحق في تحصيله على الثواء كما يجعل لصاحبه مكان عظيم بين الناس سواء كان غنياً أم فقيراً السؤال رقم 5 كيف دلل الشاعر على شهرة أهل العلم التي فاقت كل الحدود من خلال تصوير العلم وأهله بالشمس التي تشرق وسط الأضواء وبالبدر الذي ينير الظلام السؤال رقم 6 يقارن الشاعر بين نوعين من الناس واضحهما مبيناً بعض سماتهما النوع الأول الطامعون إلى المجد والرفعة الذين يجتهدون ولا يشكون كغيرهم النوع الثاني الخاملون المتكاسلون الذين ليس لديهم أموح ولا يتأثرون باللوم وكأنه لحن يقربهم فهم كالأموات السؤال رقم 7 ما موقف الخاملين إذا عاتبتهم يسمعون اللوم ولا يتأثرون كأن اللوم لحن يقربهم السؤال رقم 8 بما صور الشاعر الخاملين بقتل الحرب الذين لا يتأثرون بالطعن ولا الضرب لأنهم فقطوا الإحساس بالحياة السؤال رقم 9 كيف نواجه أهل الجهالة نواجههم بالعلم فهو أقوى سلاع في التصدي للجهل السؤال رقم 10 ماذا نتعلم من هذا النص إن العلم طريق العلا والسعادة العلم حق للغني والفقير للعلماء دور عظيم في خدمة الوطن الجاهلون أموات وأهل العلم أحياء ضرورة مواجهة الجاهلين بالعلم طيب نجي نشوف أسئلة للقياس فيهم وتزوق النص السؤال الأولاني ما أثر العلم على الفرد والمجتمع بالنسبة للفرد يعلي شأنه بين الناس ويحقق له السعادة بالنسبة للمجتمع يجعله يرقى ويتقدم السؤال الرقم 3 وضح العلاقة بين العلم والتقدم العلم هو الوسيلة المؤدية للتقدم والرقيم السؤال الرقم 3 قال الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا هل ينطبق مضمون هذا البيت على الخاملين ولماذا؟ نعم ينطبق مضمون هذا البيت على الخاملين لأنهم يكسرون الشكوى من الزمن مع أنهم السبب في كل ما يحدث لهم بسبب خمولهم وكسلهم السؤال الرقم 4 ماذا يحدث إذا تخلى جاهلون عن فكرهم المتأخر أصبحوا قادرين على تقديم النفع لأنفسهم ولمجتمعهم السؤال الرقم 5 بين رأيك في قول البعض على الإنسان مسايرة الجهلاء في جهلهم أرى أنه قول خطأ والصواب التصدي للجهلاء بالعلم السؤال الرقم 6 كيف يمكن التغلب على الجهل المتفشي في المجتمع بالاستعانة بأصحاب العلم الذين يجب عليهم أن يقوموا بذورهم في تعليم الجهلاء وتصقيفهم السؤال الرقم 7 ماذا يحدث إذا قضينا على الجهل في بلدنا سيرقى المجتمع وسيصبح في مصافي الدول المتقدمة السؤال الرقم 8 العلمي سيلاح زوح الدين فسر هذه العبارة قد يستخدم لإفتة البشرية ونفعها كاستعمال الظرة في مكافحة مرض السرطان وقد يستخدم لضررها كاستعمال الظرة في الحروب والضمار وبكذا يكونوا صلنا معاكم لنهاية الدرس النهار أرجوكم استفدتم معنا لا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصل لكم بكل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته